اشتركوا في القناة وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين وعدد من الوزراء وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وقنصل عام مملكة البحرين في جدة وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل لبلدنا المملكة العربية السعودية أن نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا للعلاقات الأخوية التاريخية التي أرستها ورسختها وشائج القربة القوية وروابط الأخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتمضي بها على الدوام لأفق أرحب على المستويات كافة ونجدد تأكيدنا على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حافظه الله لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتين العربية والإسلامية بما يحفظ أمن والسقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء كما نؤكد أن العالم الإسلامي بأسره يقف مع المملكة العربية السعودية في مساعيها الخير ودورها القيادي في الدفاع عن الأمة الإسلامية والنصرة قضاياها ويؤيد ويعتز برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة الحج موربين عن ثقتنا التامة بإذن الله تعالى لأن موسم الحج لهذا العام سيكون متميزا وناجحا حيث تتوفر له كل المقاومات التي تمكن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من أداء جميع المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمانا في ظل الرعاية الفائقة من حكومة أخينا خادم الحرمين الشريفين للحجاج وما تبدله من جهود جبارة لتيسير هذه الفريضة العظيمة موربين عن تقديرنا البالغ لما تحرص عليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من تطوير دائم وارتقاء متواصل ومشهود في مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لكل من يقصد الأماكن المقدسة وأداء هذه الرسالة الإسلامية السامية التي شرف الله بها عز وجل هذه البلاد العزيزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر